اللغة وسيلة التواصل اللغة وسيلة التواصل اللغة هي الوسيلة لتبادل الفكر والمشاعر للتواصل بين الناس ولهذا فإنها تلعب دورا مهما في تواصل وتكاتف المجتمع ولكي نستطيع التواصل مع كل أفراد المجتمع نشأت لغات عديدة هناك لغة الإشارة وهو مصطلح يطلق على وسيلة التواصل الغير الصوتية التي يستخدمها ذو الإرادة سمعيا الصم وصوتيا البق وهي تستخدم حركات اليدين كالأصابع لتوضيح الأرقام والحروف وتعابير الوجه لنقل المشاعر والميول وحركات الشفاه حيث يقرأ الأصم الكلمات من الشفاه مباشرة وحركة الجسم كإشارات على الكتف أو الرأس في استعمال إيحائيا لتوضيح الرغبات والمعاني وطريقة برايل للمكفوفين هي طريقة يستطيع بها فاقد البصر الذي لا يرى قراءة الكلمات المكتوبة فهي مجموعة من الرموز كل رمز يتكون من نقاط بارزة وتتم قراءتها عن طريق مرور الأصابع برفق فوقها على أفراد المجتمع أن يتعرفوا هذه اللغات ولو بقدر طفيف للتواصل الفعال مع كل الفئات الكلمة ومعناها للتواصل للترابط والاتصال تكاتف تعاون وسيلة طريقة مصطلح تعريف متفق عليه يطلق على يسمى به ذو أصحاب الصم فاقد حاسة السمع فاقد ناقص رمز علامة توضيح بيان وإظهار الفعال المفيد بارزة ظاهرة البقم غير القادرين على النطق المكفوفين فاقد حاسة النظر مباشرة في نفس الوقت إيحائي معبر عن المعنى برفق ببطء وحنو طفيف خفيف قليل المفرد والجمع شعور مشاعر إصبع أصابع إشارة إشارات مصطلح مصطلحات شفة شفاه الرأس رؤوس فئة فئات الكلمة والمضاد تواصل انقطاع تكاتف تفرق نستطيع نعجز عديدة قليلة توضيح إخفاء وإبهام فاقد مالك المكتوبة المسموعة بارزة مختفية ومطموصة برفق بقصوة يتعرف يجهل طفيف قوي شامل الفعال غير المؤثر الأسئلة والأجوبة ما تعريف اللغة؟ اللغة هي وسيلة لتبادل الفكر والمشاعر للتواصل بين الناس ما أهمية اللغة؟ تلعب دورا مهما في تواصل وتكاتف المجتمع لماذا نشأت لغات عديدة؟ لنستطيع التواصل مع كل أفراد المجتمع ما هي لغة الإشارة؟ هي وسيلة التواصل غير الصوتية التي يستخدمها ذو الإرادة سمعيا وصوتيا ما أهمية حركة اليدين في لغة الإشارة؟ توضيح الأرقام والحروف من خلال الأصابع موظيفة تعابير الوجه في لغة الإشارة تنقل المشاعر والميون موظيفة حركات الجسم في لغة الإشارة تستخدم حركات الكتف والرأس في استعمال إيحائي لتوضيح الرغبات والمعاني ماذا تعرف عن طريقة برايل للمكفوفين؟ هي طريقة يستطيع بها فاقد البصر قراءة الكلمات المكتوبة كيف تتم القراءة بطريقة برايل؟ تتم القراءة عن طريق مرور الأصابع برفق فوق رموز تتكون من نقاط بارزة كتبت الكلمات بها لماذا يجب على أفراد المجتمع أن يتعرفوا اللغات المختلفة ولو بقدر طفيف للتواصل الفعال مع كل فئات المجتمع؟ استخرج من هذا الجزء من الدرس الآتي اسما سنجد اسما في اللغة الوسيلة الفكر المشاعر الناس المجتمع التواصل المجتمع لغة الإشارة مصطلح الصوتية الإرادة الصم البكم اليدين الأصابع الأرقام الحروف الوجه الميول الشفاه الكلمات الجسم الكتف الرأس الرغبات المعيني فعلا تلعب نستطيع تستخدم تستخدم توضيح حرفا الفاء في وعلى والكاف حرف جر الواو حرف عطف الشمسية الناس التواصل الصوتية الصم الشفاه الرأس الرغبات القمرية الوسيلة الفكر المشاعر المجتمع الإشارة البكم الإرادة الوجه الميول مد بالألف المشاعر التواصل الناس تكاتف أفراد لغات المعاني الرغبات مد بالياء الوسيلة نستطيع عديدة توضيح تنوين بالفتح دورا مهما سمعيا صوتيا مباشرة تنوين بالضم لغات عديدة مصطلح تنوين بالكس كإشارات استعمال تأمر بوط اللغة الوسيلة الإشارة الصوتية الإرادة مباشرة تأم فتوحة نشأة لغات حركات الكلمات إشارات الرغبات نستغرج من هذا الجزء اسما طريقة برايل مكفوفين الصم الكلمات المكتوبة مجموعة الرموز الأصابع المجتمع اللغات الفعال الفئات فعلا يستطيع يتعرف حرفا في من عن حرف جر واو حرف عطف الشمسية الرموز القمرية البصر الكلمات المكتوبة الأصابع المجتمع الفعال الفئات مد بالألف برايل فاقد الكلمات نقاط بارزة الأصابع أفراد اللغات للتواصل الفعال الفئات مد بالياء طريقة للمكفوفين يستطيع طريق طفيف مد بالواو للمكفوفين المكتوبة مجموعة الرموز مرور يتعرفوا تنوين بالضم طريقة مجموعة تنوين بالكسر رمز نقاط بارزة برفق بقدر طفيف تأمى ربوطة طريقة قراءة المكتوبة مجموعة بارزة تأمى فتوحة الكلمات اللغات الفئات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر